أنا المواطن بسام عباس خريجي كلية الفنون الجميلة عام 2012-2011-2012 بكالوريوس جامعة بابل أكملت دراسة الماجستير عام 2015 منذ عملت أطفال وأنا أعمل في القطاع الخاص ولكن بعد الماجستير تحولت إلى أن أعمل في الحدادة حتى أقدر أتمكن من العيش ومواكبة الحياة وأنا متزوج ولدي طفلتين طبعاً مو بساني حامل شهادة عليا ويا زميلي دكتور سلام خريجي دارة واقتصاد دكتوراه دارة واقتصاد وفضطرنا نعمل سوية أنا ودكتور سلام لأن المجال القطاع العام مهمش الكفات بالنسبة للدولة دائماً تنظر لنا بالتهميش من المواطن سلام محمد حمزة ماجستير علوم اقتصادية طالب دكتوراه مرحلة بحثية منتظر المناقش إن شاء الله ما بقى شي أحكي عن قصتي الشخصية طبعاً اللي شفتوها هسا إنه بالحدادة أنا همو مصلحتي أو حرفتي أو عملي لكن مشكور أستاذ بسام إنه كل ما يصير عدد عمل يدعيني على مود أوفر لقمة معيشة لي ولي أطفالي لأن أنا متزوج عدي أربع أطفال مسؤول عنهم العمل حالياً متوقف بكل قطاعات الدولة بالقطاع الخاص والعام درسوا يعني دراسات عليا وشافوا المعاناة من التكاليف المادية من التكاليف المعنوية نحن ما نطالب الحكومة إلا بتعين بالحكومة لكن نطالبهم إنه يوفروننا حمايات بالقطاع الخاص كالكليات الأهلية أو الشركات الأهلية يقدموننا حماية يحموننا مستقبلنا بيها يوفروننا تقاعد بيها مستقبلي يحموننا من المستثمرين نفسهم اللي يبحثون عن المال قبل كل شي ما يقارب سبعة عشر من شهر التاسع إلى واحد وثلاثين واحد الفين وواحد وعشرين احنا ظلنا مع التصمين أمام البوابة السادسة ما شفنا استجابة من الحكومة إنه ظلت تهميش وظلت المناشدات وظلت المظاهرات